بمختلف ولايات الجمهورية انطلق اليوم موسم التخفيضات الشتوية الذي يتواصل على مدى ستة أسابيع متتالية موسم دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التجارة للانخراط فيه بكثافة لدفع الحركية الاقتصادية ودعم القدرة الشرائية كما أكدت الوزارة على ضرورة احترام نسبة التخفيض الدنيا المحددة بعشرين بالمئة والتأشير الثنائي للأسعار وإعلام المستهلك بكل المعطيات التي تضمن شفافية العملية ووفق تصريح إعلامي لمدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في موسم التخفيضات الشتوية ألفين محل أغلبها في قطاعات الملابس الجاهزة والأحدية بمختلف ولايات الجمهورية هذا ويأمل العديد من التجار أن يمكنهم هذا الموسم من تجاوز الأزمة التي يعيشونها منذ عامين بفعل جائحة كورونا والإجراءات التي رفقتها موسم التخفيضات الشتوية سيعد أخير موسم يمتد على مدى ستة أسابيع إذ بداية من موسم التخفيضات الصيفية المقبل ستقتصر المدى على أربع أسابيع فقط وفق تصريحات أعلامية لرئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس والأقمشة بمنظمة الأعراف محسن بن ساسي الذي أفد أن تقصير المدى واحدة من ذمن التنقيحات التي يطالب بها المهنيون على غرار تقنين أكثر للبيوعات عبر الأنترنت للقضاء على مواصفه بالسولد الموازي